السلام عليكم اعزائي والطلاب الاستكمال لما سابق هنتكلم على حل المعادلة التفادولية باستخدام متسلسلات القوة في الأبواب السابقة كان اهتمامنا بتوقع حل المعادلة التفادولية من الرد بالأولى و من الرد بالعليا ولكن بعض المعادلة التفادولية يكون أغلبها وبقى عن تطبيقات أو بمسابق التطبيقات اللي يمكن حلها بالطاقة العادية ذلك هنا هيكون اهتمامنا بحلها بسرد متسلسلة القوة شكل الحل بيكون بشكل ده يكون من أني سوف أصف إلى مالهية ده هيكون شكل الحل بتاعنا اللي هو ده أصلا ده هيكون سي نوت زائد سي واحد اكس زائد سي اتنين اكس تغبية زائد سي تلاتة اكس تكيب زائد زائد سي ان اكس و السي ان وهكذا ده الشكل بتاعنا هيكون أساس بتاعنا كيفية تحديد السوابت كيفية تحديد السوابت او العلاقة بين السوابت حيث ان معادات تفاضلية من الرطبة الاولى تحتوي على سابت واحد من الرطبة التانية سابتين وهكذا هنشوف بعض الخصائص الاعلامة التجمعية السيجما 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 بزائد واحد الى اف كي والحد الاخية لو خدنا السميشن يسوي السميشن والقوة بتاعت اكس و سين هنا يرد الى الان سوى الان سوى الان شوف نساء اذا المعامل هنا يسوي المعامل هنا السميشن يبدأ بالواحد هنا يبدأ بالصفر لما انعود اني سوى الصفر كانوا يصفر تحديد الان كولا معامل Xn هو n cn ناقص cn ناقص واحد. معناها cn يساوي واحد على ال n cn ناقص واحد. صحيح؟ نتبقى قيمة ال n والمعامل له ده المعامل اللي انا بتكلم عليه ده يساوي صفر. المفروض المعامل ده يساوي صفر. خلاص ده المعامل يساوي صفر اذا cn يساوي واحد على ال n cn ناقص واحد. اهو. وندي ال n بقى قيم. n يساوي واحد يبقى c واحد يساوي c صفر. n يساوي اثنين يبقى c اثنين يساوي واحد على اثنين. c واحد. وال c واحد من هنا هي ده يساوي نص سي صفر وهكذا. وهكذا. نبدأ لعلاقة بتاعتنا اللي هي cn اي ساوي صفر. وتعالى مضحبه.